السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء هذه الأيام أجواء معتدلة وكذلك استغرار في الطقس درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية إلى معتدلة خاصة في الليل في المناطق الصحراوية تقريبا من درجات الحرارة الصغرية تصل إلى من 26 إلى 28 درجة مئوية خاصة في المناطق الشمالية الغربية من دولة الكويت ومستمر هذه الأجواء ويانة حارة إلى حارة نسبيا في النهار باعتدال في فترات الليل لا تزال دولة الكويت متأثرة في بعض الأنظمة الجوية ولكن تأثيرها ضعيف جدا على دولة الكويت والمناطق المحيطة أدى الاستغرار الطقس بشكل عام وتقلب الرياح من رياح متغلبة الاتجاه إلى جنوبية الشرقية اليوم مباشر ومن ثم تعاوديان الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة أجواءنا متوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء حارة نسبيا في المناطق الغربية من دولة الكويت قد تصل 31 درجة مئوية في منتصف هذه الليلة المناطق الوسطى وكذلك الساحلية متفاوة درجات الحرارة من 30 إلى 32 درجة مئوية استمرار الرياح الجنوبية إلى الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة من 5 إلى 25 كم في الساعة مع بداية الدخول ساعة الصباح الأولى من نهار يوم الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى 26 درجة مئوية في المناطق الغربية كذلك في مدينة الكويت 29 المناطق الساحلية بشكل عام متفاوة ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية السماء ستكون صافية بشكل عام في أول ساعات النهار كذلك تقلب في الرياح خفيفة سرعة من 5 إلى 25 كم في الساعة ابتداء من منتصف نهار يوم الغد متوقع أن تتحول الرياح إلى رياح الشرقية على المناطق الساحلية سترفع وياها نسبة الرطوبة والإحساس بالرطوبة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر أما الأجواء بشكل عام في المناطق الغربية أجواء جافة نوعا ما وذلك بسبب الرياح الخفيفة الشمالية الغربية إلى غربية درجات الحرارة في منتصف الأربعينات إلى أوائل الأربعينات في معظم مناطق البلاد ستلاحظ أن الأجواء ستكون معتدلة نوعا ما في نهار الغد وكذلك اعتدال في ساعات الليل الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة قادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة ارتفاع الموج تراوح من 1 إلى 4 قدم بشكل عام الأجواء مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية وكذلك التيراث المائية لا تزال في فترات الفساد أذان فجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت ساعة 43 و42 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 15 دقائق موعد أذان رب الساعة 67 و30 دقيقة بالنسبة للتقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة سماء صافية بشكل عام درجة الحرارة العظمى متوقعة في نهار الغد 46 وذلك بسبب تحول الرياح إلى رياح جنوبية شرقية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العظمى نسبيا وإلى ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على بعض المناطق الصغرى 29 درجة مئوية ابتداء من يوم الأحد سترجع أيام الشماليات ولكن اعتدال في الهواء يوم الأحد ستنشط أيام الرياح يوم الثنين والثلاثة متوقع أن يكون هناك أتربة مثارة على بعض المناطق المكشوفة والمناطق الصحراوية درجات الحرارة العظمى في منتصف السبوع القادم متفاوتة ما بين 47 و 48 درجة مئوية الصغرى حارة نسبيا في بعض المناطق من 30 إلى 32 درجة مئوية أعزائي مشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة وأنا أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية